على الصعيد الشعبي طالب المواطنون في محافظة الأنبار بإنصافهم بعد استغلال الحكومة المحلية السابقة لملف الأراضي وتورط المحافظ السابق علي فرحان في ملف فساد يتعلق باستغلال منصبه وإجبار عدد من المسؤولين في فرز الأراضي المخصصة للمتقاعدين والموظفين وتحويلها بأسماء وهمية بهدف الاستلاء عليها وبيعها لمصلحته الشخصية وهناك عمليات فرز لكن للأسف أن بعض الضعاف النفوس استغلوا هذا الوضع وبدوا أن يأخذون أكثر مقاطعة أرض مما هذا أدى إلى ارتفاع قطع الأراضي في محافظة الأنبار ضب إلى ذلك أن هناك بعض الأراضي أو الدوار المهدمة أو المبايل المهدمة للحكومة استغلت من البعض أيضاً وعطيت استثمار حقيقة أعتقد خلاف الضوابط المنص عليها قطع الأراضي خلاف الضوابط أنا أتحس حاسب على كلامي إذا يسألون إذا أنا مستفاد سانتيم واحد منها الحكومة القديمة إلى حد الآن والله ماكو أبد والله مصر أي فرز مصر أي توزيع القطع الأراضي لا الموظف ولا غير الموظف يعني اليوم أغلب الناس متعففة ناس فقرة ناس من ذوي الطبق المتدنية جداً يعني بحاجة ماسة إلى أنه قطعة أرض بحاجة ماسة إلى أنه مكان بيت يؤوي يعني أغلب الناس مهجرة لأنه ما عندها يعني ما عندها قطعة يبني لها غرفة ويقعد